خسارة معركة أم خسارة الثورة؟ السؤال الذي يتردد مع التطورات الجارية في شرق حلب والتي انتهت بإخراج المعارضة ضمن اتفاق روسي تركي يلفه الكثير من الغموض المعارضة تقر بأن خسارتها لشرق حلب ضربة مؤلمة ساهمت بها القوة النارية الكبيرة لروسيا التي دعمت النظام وسط صمت المجتمع الدولي كما أقرت بأن الانقسامات داخل فصائل المعارضة ساهمت بذلك إلا أن تلك الحقائق لم تغير من قناعتها بأن خسارة الجزء الشرقي من حلب لا يعني انتهاء المعركة وإنما ما حدث سيصعب التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل مراقبون يتفقون مع مخاوف المعارضة بالقول إنه إذا تم استئناف المفاوضات السياسية فإن خسارة شرق حلب ستدخل كوارقة ضغط على المعارضة لتقديم تنزلاته عسكريا يطرح خبراء سيناريو تقييد حركة المعارضة وإمداداتها عبر الحدود السورية التركية بينما تقول المعارضة العسكرية أنها تعيد الآن خياراتها واستراتيجياتها لمواجهة النظام لمنع تكرار ما حدث في حلب في المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها وأبرزها إدلب التي تقع بالكامل في يد المعارضة ويقدر أعداد المقاتلين فيها بأكثر من أربعين ألفا درعا نصفها يقع في يد المعارضة وهو الجزء الموازي للحدود الأردنية ويقدر أعداد المقاتلين فيها بأكثر من عشرين ألفا ريف دمشق تضم منطقة دمشق نحو عشرين ألف مقاتل وفي حمص وحماء يوجد بضعة آلاف مقاتل مطوقين مبدئيا في هذا المعقل ريف اللادقية للمعارضة جيوب في بعض القرى وفي جبل الأكراد وجبل الأربعين إذن كيف نقرأ المشهد القادم في سوريا وما هي خيارات المعارضة لحماية مواقعها خصوصا في إدلب علي عزدين العربية